هم قالوا ايه أولياء الله لما شافوا عدوهم ربنا أفرغ علينا صبراً يا رب خلينا نعرف ننجح في الامتحان ده امتحان سلب الأرض سلب الولد سلب المال سلب الراحة سلب المتعة سلب الستر تراموا في المخيمات تسلبوا أولادهم تسلبوا أرواحهم سلبت منه زوجته أو سلب زوجها منها وتراموا في العراق وحرموا من أولادهم واللي ده لفت الدنيا كلها ولاية أولادها يصبر ازاي تبص لهم ازاي جاب الصبر ده ازاي تستغربش مش عرفك مش يمكن فيهم واحد ساعة لما البلاء ده نزل ربنا جمع وبسيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام وترامى في حضنه والرسول طب طب عليه وحضنه مش تدرك انت مش تدرك هم صبروا ازاي عارفين يصبروا ازاي عارفين يملكوا قلوبهم ازاي انت متعرفش لأن ما جاتش عليك البلو عشان كده أنا ساعة أقول نفسي أقول لناس لا تصبروا نحن أهلها لا تصبروا نحن أهل الصبر مش أي حد يعرف تصبر سبهولي ده سبهولي ده بتاعنا الواحدين مش أي ناس تعرف تصبر فالمواساة اللي بتيجي للناس اللي في البلاء سيدنا عمران بن حسين بيقول كنت أسمع تسليم الملائكة واحد في الدنيا وكل يوم الملائكة عدي عليه تقول له السلام عليك يا عمران بن حسين كان عنده البواسير وكان عيان وألم البواسير بصوا هو كل ألم بينزل على الإنسان يقول ده أشد ألم في الدنيا اللي بتقول تقول ده أشد ألم في الدنيا البولادة اللي بيخلع درس يقول أشد ألم في الدنيا الدرس لا المهم أن الراجل سيدنا عمران بن حسين كانوا فتحين له فتحة في السرير مش قادر يقول علشان يعمل منها الحمام حد ما اكتوى استخدم العلاج بالكي ورسول عليه السلام كره العلاج بالكي هو حلال ولكنه قال وإني أنا أمتي عن الكي الشفاء فيه الكي وإني أنا أمتي عنه هو فيه شفاء بس الرسول ما يحبش النار تستخدم في الدنيا في أي حاجة فسيدنا عمران بن حسين اكتوى استخدم الكي بقى تعب مش هادر قال كنت أسمع تسليم الملائكة حتى اكتويت فلم أعد أسمع شفته بيصبروا ازاي قال أنس ابن النضر وها اللي ريح الجنة إني لأجد ريح الجنة من دنيا أحد والسهداء والسهداء وعند ربهم لهم أجرهم وانورهم دون نزب يشوفوا اللي إحنا مش سايفين دون نزب سايفة اللي إحنا مش سايفين الطمع حقارة الطمع حقارة ورخص الإيمان والنور زهد زهد ونزاهة وبركة وعزة نفس عشان كان سيدنا أنس ابن النضر هانت عليه روحه هانت عليه الدنيا فبص لله عاديم والرسول بيقوله أن الرسول مات وقال لهم ما بقاؤكم بعدا قوموا فموتوا على ما مات عليه أجمل حاجة في الدنيا كلها الصبر اللي بيقوله على الصبر مر الصبر حنضل الصبر صعب طب نقول فين نقول فين قول الله عز وجل الذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وجه ربهم عشان يشوف ربنا اللي هيشوف ربنا وبيصبر عشان يشوف ربنا صبر ومر صبر ومر علشان كده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا يا رب البلاء شديد يا رب البلاء حيامي يا رب وحر الصدر وحر الصدر شوفتوا اللي بيعيط على ابنه وحر الصدر اللي مأهور على بنته وحر الصدر الصدر نفسه شوف كما أنا بشاور كده هنا في حاجة بتتكلم بتتكلم زي لما سنانك توجعك زي معنيك توجعك زي ما إيدك توجعك هنا هو في حاجة بتوجع وبتتكلم بتزق الصدر بتزق الجلد بتزق البشرة بتتكلم بتوجع بتتحرك لها حرارة اسمها وحر الصدر اللهم إنا نعوز بك من وحر الصدر فبيقول لربنا أفرغ غرقني صبر يا رب أفرغ فضيه علي افتح يا رب شوفت لما المطرة تمطر جامل فضيه علي غرقني صبر يا رب أفرغ علينا صبر ثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين أكتر شيء بتعجب له في الحياة لما اتنين يقفوا قدام بعض كل واحد بيدعي في سجوده على التاني الاتنين خصومهم كل واحد بيدعي وهو ساجد على التاني ما ربكم واحد ما ديحتكمه له ده ما انت بتدي عشان انت بتحبه قال لها وانت بتدي عشان انت بتحبه ربنا واسب فيه انه قادر يعمل اللي انت عايزه في عدوك قال لها انت بتحبه طب ما انت بتحبه ربنا طب اتحكمه ما تحكمه فيك وفعدوك ولا يجري منكم شنقان وقومي انصدوكم عن المسجد الحرام انت عتدوا اللي اذاك وظلمك اوعى تعمل جريمة معا ولا يجري منكم شنقان وقومي انصدوكم عن المسجد الحرام انت عتدوا ولا يجري منكم متعملش جريمة انت عتدوا ما تعتديش انت ليك حق الحق ده قد ايه خده خده حتى في الدعاء خده خده تاخدش اكتر منه عشان كده حس بي الله ان يعمل وكي بتعمل ايه بتديك حقك بس حس بي اللي كفيني اللي قضي حقي لكن ادع عليه ربنا ياخده ادع عليه ربنا يسلب منه كذا ادع عليه يتحرم من كذا ادع عليه يتحرم من كذا ما هو اكتر من حقك ده ليك حق عايزه وهتدعي خده طب اقولك عن نحن من كده طب ما ما انت عارف ان عدوك ده بيعبد ربنا وانت بتعبده طب ما تحب فيه اللي بيعبد ربنا على قده وزعل منه غدروا بربنا واقترافوا بالحرامات يزبطها بالميزان مش قادر ولا تسؤل حسبي الله لا اله الا هو عليه توكلته يا رب العرش وهو ده اللي بيخلي احبابنا هناك ينتصره انه بيقول ربنا افرق علينا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا اغفر لنا ذنوبنا واصرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين يا رب اغفر لي الزنب اللي جاب لي المسيبة دي اغفر لي الزنب اللي قدر علي القدر ده اغفر لي الزنب اللي خلع عدوي يتمكن مني اغفر لي الزنب اللي حول عني العافية اغفر لي الزنب اللي هددني افرغ علينا يا صبращ ربنا اغفر لنا زنوبنا واسرى فانا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين احنا عملنا زنوب كتير وطولنا في الزنب إسراف في الزنب يا رب يا رب احنا خايفين من الزنب داي خلينا ما نثبتش ايه هو الثبات الثبات ان انت تبقى ما بتاخدش ما تعملش من هنا ورايح الزنوب لان الزنوب بتجيب زنوب الزنوب تجيب زنوب ازاي يعني وقعتي في زنب قبل اتبعاتي لوحد صورك عملتي زنب يبدأ هو يبتزك بالزنب انك تكرري الزنب وقعت في غلط مسكين عليك حاجة طب يلا نسومك ونبتزك لا مش هعمل الغلط ليه عشان ما كررش غلطي هثبت ماذا تفين؟ اشترك